مراتاني بحييك في اسم الرب يسوع المسيح أنتم تشاهدون هذه الحلقة بث مباشر حديثنا عن القانون الذهبي كلمات يسوع المسيح في عزته الشهيرة على الجبل وحتى نفهم شو اللي بقصده من هذا الكلام اسمحوا لي أن أقرأ من كلمة الله الحية المقدسة الموحة بها بحسب بشارة متى الإصحاح السابع ورح أقرأ الآية 12 خلينا نسمع لك كلمة الرب فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو النموس والأنبياء بكررها مرة تانية بحسب بشارة متى فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو النموس والأنبياء وطبعا البشير ما كتب أيضا في الإنجيل المبارك في إصحاح السادس ومن آية 31 وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا ثم يستمر قائلا إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم فإن الخطاط أيضا يحبون الذين الذين يحبونهم وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم فإن الخطاط أيضا يفعلون هكذا وإن أقرأتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم فإن الخطاط أيضا يقردون الخطاء لكي يستردوا منهم المثلة بل أحب أعداءكم أحسنوا وأقردوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم ولا تدينوا فلا تدانوا لا تقدوا على أحد فلا يقضى عليكم اغفروا يغفر لكم أعطوا تعطوا وهكذا نشوف تعليم المسيح في عزة تعالى الجبل سواء في بشارة متة أو في بشارة لوقة بيتكلم عن شيء ما يسمى القانون الذهبي فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو النموس والأنبياء يعني هذه الآية تعتبر تلخيص لكل الكتاب المقدس من خلال القانون الذهبي ترجمة نانسي قنقر